بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في مقرر مبادئ الإحصاء 102 كمي الذي يدرس لطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة الملك خالد في البداية نقوم بسرد موضوعات المقرر الوحدة الأولى تتناول أساسيات علم الإحصاء الوحدة الثانية تتناول مقاييس النزع المركزية الوحدة الثالثة تتناول مقاييس التشتت الوحدة الرابعة تتناول مقاييس الالتواء والتفرطح الوحدة الخامسة تتناول الارتباط الخطي البسيط الوحدة السادسة تتناول الانحضار الخطي البسيط الوحدة السابعة تتناول الأرقام القياسية الوحدة الثامنة والأخيرة تتناول السلاسل الزمني الوحدة الأولى تتضمن دراسة الموضوعات الآتية التعريف بعلم الإحصاء وهميته حيث أن الإحصاء من العلوم التي تدخل في كافة مجالات المعرفة من خلال استخدامه في تحليل المشكلات والظاهر المختلفة في أي مجتمع دراسي أقسام علم الإحصاء وهي الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي تعريف البيانات وهي عبارة عن المادة الخام للمعلومات والمعلومات عبارة عن النتائج التي نحصل عليها من البيانات بعد تحليلها بأساليب علمية أساليب جمع البيانات يتم جمع البيانات بأسلوب الحصر الشامل أو بأسلوب العينة تعريف المجتمع والعينة والعلاقة بينهما معالم المجتمع وإحصاءات العينة عرض البيانات جدوليا وبانيا تعريف علم الإحصاء قديما كان الإحصاء يستخدم في جمع البيانات عن السكان وحصرهم من قبل الدولة لأهداف معينة ومن هذه الأهداف استخدام السكان في تكوين الجيوش أو في إقامة وتشييد بعض المباني والجسور أو لغرض توزيع الثروات على السكان بطريقة عادلة أو لغرض فرض الضرائب ولكن مع التطور أصبح الإحصاء يستخدم في جمع البيانات عن أعداد الموليد والوفيات ومقدار الثروة والدخل ومقدار الضرائب التي يمكن تحصلها حيث كان الإحصاء مرتبطا بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتعداد السكان ومعرفة خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وكانت الأساليب الإحصائية المستخدمة تمتاز بالبساطة وفي عصرنا الحالي أدى التطور الهائل في مجال الحاسبات الآلية ودقتها المتناهية إلى استخدام الأساليب والطرق الإحصائية المختلفة وتطبيقها في شات المجالات والعلوم المختلفة فأصبح الإحصاء يستخدم في الكثير من فروع العلم الحديث كالطب والصيدلة والهندسة والزراعة والصناعة والجغرافيا والفلك وعلم النفس باعتباره الإسلوب الأمثل اتباعي في مجال البحث العلمي التعريف الحديث للإحصاء علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بجمع وتنظيم وتلخيص وعرض البيانات وتحليلها بأساليب علمية للحصول منها على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من هذا التعريف يمكن تلخيص وظائف علم الإحصاء في الآتي أولا جمع البيانات عملية جمع البيانات هي عملية الحصول على القياسات الخاصة بظاهرة معينة ثانيا تنظيم وعرض البيانات تنظيم وعرض البيانات هي عملية وضع البيانات في جداول تلخصها وتعرضها بطرق مناسبة لكي يمكن الاستفادة منها بالطرق العلمي تحليل البيانات هي عملية إيجاد مقاييس تحدد قيمها من البيانات وتعطي دلالات عن الظاهرة محل الدراسة وتحليل البيانات قد يتم بطريقة يدوية أو بطريقة آلية باستخدام الكمبيوتر أو بمزيج منهما رابعا استقراء النتائج واتخاذ القرارات وهي عبارة عن الاستنتاجات التي يتوصل إليها الباحث من خلال تحليله للبيانات وعادة ما تكون على شكل تقديرات وتنبؤات وتعميمات واتخاذ القرارات بالقبول أو بالرفض أقسام علم الإحصاء ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين أساسيين يعني هما واحد الإحصاء الوصفي وهو عبارة عن الطرق التي تستخدم لتنظيم وعرض ووصف البيانات باستخدام الوسائل الآتية ومنها الجداول والرسوم البيانية وبعض المقاييس الإحصائية البسيطة التي تستخدم لتلخيص البيانات أي أن الإحصاء الوصفي يهتم بجمع وتبويب وعرض ووصف البيانات وحساب بعض المقاييس الخاصة بهذه البيانات دون الوصول إلى نتائج واستدلالات الإحصاء الاستدلالي الإحصاء الاستدلالي هو عبارة عن الطرق العلمية التي تستخدم لتعميم النتائج التي حصلنا عليها من بيانات العينة على المجتمع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد أي أن الإحصاء الاستدلالي يهتم باستقراء النتائج واتخاذ القرارات المناسبة